قاعدين نأكد بعد إذن حضراتكم بقى وإحنا في الحوار الجميل ده أن القرآن وحي والسنة الصحيحة وحي نعم الله 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 الوحيين الشريفين صدقهم مهم جدا عشان خاطر يعني أدعياء العلم يقولك مثلا إحنا خلينا مع القرآن لأن السنة دي إحنا مش عارفين وردت إزاي عن سنة رسول الله يسوه وسلم عشان خاطر يمكن في الاحتفال بالمورد النبي والشريف والتهنئة بالاحتفاء والاحتفال بسنة رسول الله يسوه وسلم لأنه بشر زينة زيه بالضبط كان بيأكل وبيشرب وبينام وبيصلي إليه في أعننا كان زينة زيه بالضبط وقد ظلموه نعم وناس رفعت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على المرتبة هو يأباها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الجميل التفراط والتفريط الجميل بقى في الميزان القرآن دايما بيقول الميزان بتاعنا القرآن والسنة عشان أي حد يجي برى القرآن والسنة مناش دعوة به القرآن لما بيصف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحيل الإشكالية دي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى منفحش أفقول مثلكم وقف لا يوحى إلي الله 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 بعضين يأخذوا ملقمين الشريفين دون فضيلة الدكتور بيوضح مسألة خطيرة جدا أن أنت لما تكلم لما عاوز تستدل على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش إيه بشر مثلكم وتروح ساكت غلط غلط لازم بشر مثلكم يوحى إلي للأسف الكفار كانوا بيقفوا عند الحتة دي أنت بشر زينا زيك لكن يوحى إلي الكفار ما اقتنعواش بيها فمنفحش أننا أعمل زي النازل بكت بتعمل النبي عندي يمثل الحكتين بشر لكنه يوحى إلي إذن فهو ليس ككل أعلى البشر وأفضل البشر وأجمل الناس بشر لا كالبشر نبيا هذا القول اللي من يفهم لأن بعض الناس متخلق بشر يعني خلاص زينا زيه وبالتالي النبي مات وانقطعت الصلة بيننا وبينه وإحنا بنعمله زيه زي أي واحد لا النبي مزيه زي أي واحد النبي فوق البشر النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله ورسول الله وما زال فينا حتى الآن واعلموا أن فيكم رسول الله نعم فضل